السلام عليكم ورحمة الله رأى بعض المؤمنين ما فيه المشركين من رخاء وتنعم ولين يعيش فقالوا إن أعداء الله تعالى فيما نرى من الخير ونحن في الجهد فأنزل الله تعالى لا يرونك تقلب الذين كفروا في البلاد من المقصود بالخطاب في الآية الكريمة؟ المقصود بالخطاب في الآية الكريمة هو أنا وحضرتك وكل إنسان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إياك وأنت اختر بحال الكفار وما هم فيه من بسط في العيش وسعى في الرزق وعز وغلب وكفر في بعض الأوقات وإياك أن تفتن بما عند الكفار من أمور الدنيا وما هم فيه من قوة وسطوة وسيطرة ورخاء ولين عيش واحذر من كيد الشيطان وأن يتخذ من ذلك سبيلا فيقول لك انظر إلى حالك أيها البائس الفقير الخاسر وانظر إلى حال أهل الكفر فكن مثله لتتنعم أخي الكريم ليس التنعم في الدنيا علامة على حب الله لشخص أليس الفقر والحاجة الشديدة علامة على بغض الله لشخص كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متجع على حصير دون فرش وكلنا بالطبع نعرف الحصير المصنوع من جريد النخل أكان تحت رأسه الشريف وسادة حشوها ليفة فرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثر الحصير في جنب الرسول صلى الله عليه وسلم فبكى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك فقال يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة أخي الكريم ما مرت به الأمة الإسلامية من محن وابتلاءات وما تمر به الآن من محن وابتلاءات لا يجب أن يضعفنا وإياك أن تفتن بما عليه اليهود الآن من تقلب في البلاد فالعاقب دائما للمؤمنين لا يرونك تقلب الذين كفروا في البلاد